بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم والبروجيكت السابع من التدريب على امتحان مايكروسوفت وورد 2016 كور دربنا في الفيديوهات اللي فاتت على أول ستة بروجيكت والنهاردة هنشوف أسئلة البروجيكت السابع تسك وان ابلايزا بريست وان افكت توزافوتو اوفزا هاني كريسب قبل هنا عايز يعمل افكت اسمه بريست وان على صورة التفاحة اللي عند هاني كريسب بعمل سيلكت على صورة الابل اللي موجودة عند هاني كريسب وبعد كده من فورمات هفتح بيكتشار افكت وعند بريست هاختار بريست وان تاسك تو ابلاي اسري بوينت لايت جيرين بوردر توزا بلاك ترتاريان شيري فوتو هنا عايز يعمل بوردر او حدود للصورة صورة الكريز اللي عند بلاك ترتاريانو والحد ده هو محدد ستايلو او نوعه انه هو سريه بوينت لايت جيرين هعمل سيلكت للصورة بتاعة الشيري ونخلي بالنا من خطوة السيلكت دي مهمة جدا اي شغل على صور او على اشكال لازم احددها في الاول بعد ما احددها من عند بيكتشار فورمات هفتح بيكتشار بوردر وادور على لايت جيرين واختاره يبقى انا كده خلصت خطوة اللون برضو من بيكتشار بوردر هروح عند ويت عشان احدد السمك بتاع الحد ده واختار سري بوينت كده انا انتهت من السؤال التاني وانتقل للسؤال التالت apply a beaver rectangle style to the photo of the beach هنا عايز يطبق style اسمه beaver rectangle على الصورة بتاعة البيتش اللي هو المشمش زي ما اتفقنا اول خطوة تتعامل مع الشغل على الصور هي اني اعمل لها select هحدد الصورة وبعد كده من بيكتشار فورمات هفتح البيكتشار styles وادور على beaver rectangle واختاره task 4 apply a tie text wrap to the blank photo عايز يطبق التفاف للنص اللي ستايل بتاعه اسمه tight على صورة البلوم هعمل select للصورة وبعد كده من بيكتشار فورمات هفتح السهمة عند wrap text واختار tight وده كان اخر سؤال في project 7 اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة